اشتركوا في القناة إن الغريب له حق لغربته على المقيمين في الأوطان والسكن سفر بعهد وزاد لي يبلغني وقوتي ضعفت والموت يطلبني ما أحلم الله عني حيث أمهلني وقد تمادت في ذنب ويسترني تمر ساعة أيام بلا ندم ولا بكاء ولا خوف ولا حزني أنا الذي أغلق الأبواب مجتهداً على المعاصي وعين الله تنظرني وله بقايا ذنوب لست أعلمها الله يعلمها في السر والأعلني كأنني بين جل الأهل منطرحاً على الفراش وأيدهم تقلبني وقد أتوا بطبيب كي يعالجني ولم أرد طب هذا اليوم ينفعني واشتد نزعي وصار الموت يجذبها من كل عرق بلا رفق ولا هوني واستخرج روح من بفيت غرغرها وصار ريق مريراً حين غرغرني وغمضون وراح الكل وانصرفون بعد الإياس وجاد في شر الكفني فجاءني رجل منهم فجردني من الثياب وأعران وأفردني وأسكب الماء من فوق وغسلني غسلاً ثلاثاً وناد القوم بالكفني وأخرجوني من الدنيا فواء سفا على رحيل بلا زاد يبلغني وحملوني على الأكتاف أربعة من الرجال وخالف من يشيعني صلوا علي صلاة لا ركو علىها ولا سجود لعل الله يرحمني وأنزلوني إلى قبر على مهلين وقدموا وحدان منهم يلاحدني وكشف الثوب عن وجه لينظرني وأسكب الدمع من عينيه أغرقني وقال هل عليه الترب واغتنموا حسن الثواب من الرحمن ذي المنني في ظلمة القبر لا أم هناك ولا أب شفيق ولا أخ يؤنسني من منكر ونكيب ما أقول لهم قد هانني أمرهم جداً فأفزعني وأقعدون وجد في سؤالهم ما لسواك إله من يخلصني يا نفس كف عن العصيان واكتسبي فعلاً جميلاً لعل الله يرحمني يا نفس ويحكت بواب لي حسناً عسى تجازين بعد الموت بالحسن